طيب نبدأ مع حضراتكم التفاصيل وزي ما قلت لكم النهاردة الفرقة تمرينة خفيفة الصبح وبعد كده صفر للسودان ويمكن من دقائق بسيطة وصلت بعثة النادي الأهلي برئاسة طبعا ناب رئيس النادي الأهلي العامري فاروق للسودان واستقبلتها جميل النادي الأهلي أحسن استقبال وهنحاول زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشة وهنتابع مع حضراتكم الحقيقة انت أنا عندكش يعني مش هتقعد كتير انت النهاردة بكرة تمرينة أساسية وبعد كده ان شاء الله المطش وان شاء الله نكون موفقين على ملعب الهلال الجديد يعني دائما شايلين هم ملعب السودان والأرضية بتاعتها اعتقد الملعب الجديد برضو وهي يعني وهنتكلم على ملعب الجوهرة الزرقاء زي ما بيسموه بعد تجديده هتشوفوا حضراتكم النهاردة صوروا ونتمنى ان شاء الله انه يساعد فرقتنا انها تعمل نتيجة إيجابية زي ما قلت لكم المباراة مسهلة على الإطلاق الهلال موقفه صعب شوية الهلال لو خسر المباراة دي تبقى فرصته في المنافسة على التآهل بعيدة جدا وبال النتيجة إيجابية أقلها التعادل لكن انا بشوف كمان ان الاهلي عنده فرصة جبيرة جدا بعد المستوى والروح والحالة اللي ظهرنا عليها في كأس العالم وبعد الرحل اللي خادتها الفرقة 48 ساعة فرصة كويسة لالتقاط الأنفاس نقدر نعمل عرض قوي جدا ومحترم ان شاء الله قدام الهلال مين اللي يسافر النهاردة قايمة الفريق مستر بيتس ومستر ماني اختار علي لطفي ومصطفى شبير وحمز علاء حراسة مرمى معاهم رمي ربيعة ياسر إبراهيم محمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم فؤاد وعلي معلول ومحمود وحيد وعمر السلية محمد محمود حمدي فتحي أليو ديانج محمد مجدي أفشا حسين الشحات لويس ميكسون محمد شريف طهر محمد طهر وعبد القادر ومعاهم حسام حسن اللي دخل القايمة قدت قال لحضراتكم انه يعني حسام حسن والشناوي جاهزين بشكل كبير لكن الجهاز الفني فضل يريح الشناوي يدي له فرصة أكتر للتأهيل ومناسبة الإصابات إصابة يعني هي متقلش عليها إصابة يعني عشان كلام كان على معلول النهاردة في التمرين الصبح هي كادمة بسيطة جدا وإن شاء الله طب منكم على معلول بنسبة كبيرة جدا هيكون جاهز إن شاء الله لمباراة الهلال يوم الجمعة أما فيما يتعلق بالإصابات الشناوي باقي في القاهرة عشان يكمل برنامج التأهيل وبرسي تاو نفس الحكاية استجابتهم كويسة جدا للبرنامج العلاجي وإن شاء الله بإذن الله بعدما الفرقة ترجع من السودان هينضموا للتدريبات وكمان صلاح محسن بعدما خضع لجراحة طبعا بسبب إصابة مشت القدم الحمد لله العملية ناجحت وبيتم وضع برنامج تأهيل لها عشان يكون جاهز برضو في أقرب فرصة طيب إيه قصة الهلال؟ وهنقرأ مع حضراتكم آخر مبارايته وطريقة لعبه ونعرض لحضراتكم أهم اللاعبين وخصوصا طبعا أنه خسر مباراته أو مواجهته الأولى أمام ماملدي سانداونز في دوري الأبطال في دور المجموعات هنتكلم على ده ونتكلم طبعا نهارده حلقة العالمي زي ما حضراتكم المعارفين هناخد جولة مع الجي بي أس ونشوف أخبار لعبتنا المحترفة ونروح كمان نتكلم على مواجهات الشامبينز ديك سواء اللاعبة مبارح أو المنتظرة النهارده قبل ما نكمل تسمحون هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم بعد الفاصل